بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث متوسط بمادة لغتي الخالدة الفصل الدراسي الثاني ونتعرف بإذن الله تعالى في هذا اليوم موضوع الدرس الأسلوب اللغوي الاستثناء نراجع في البداية ما درسناه سابقا ماذا كان الدرس الماضي أحسنتم الصنف اللغوي إسماء أو إسمي الزمان والمكان ما تعريف إسمي الزمان والمكان أحسنتم هما إسماني مشتقاني يصاغان للدلالة على مكان حدوث الفعلي أو زمانه يصاغان من الفعل الثلاثي على وزنين هما أحسنتم إما على وزن مفعل بفتح العين أو أحسنتم على وزن مفعل مثل ملعب ومهبط ويصاغان من الفعل غير الثلاثي لهما طريقة صياغة معينة أحسنتم أحول الفعل للمضارع أقلب حرف المضارعة ميمة مضمومة أو أبدي الحرف المضارعة ميمة مضمومة وأفتح ما قبل الآخر مثلا عندي الفعل استقبل حوله للمضارع تصبح يستقبل أحول حرف المضارعة ميمة مضمومة وأفتح ما قبل آخره فتصبح مستقبل إذن هنا مستقبل اسم زمان الآن نتأكد من حل الواجب بشكل صحيح أصوق اسمي الزمان والمكان من الأفعال الآتية ثم أستخدمهما في جمل من إنشاء نلاحظ هنا الفعل سجد رساء تنزه غراب الفعل سجد كم عدد أحرفه؟ أحسنتم ثلاثة أحرف إذن يصاغ مباشرة على وزن ماذا؟ أحسنتم إما على وزن مفعل أو مفعل فأقول في سجد نلاحظ أنه صحيح الأول والآخر وعين مضارعه ماذا؟ مكسورة فأقول سجد يسجد إذن تصبح مسجد بعد ذلك أكون جملة من إنشائي أقول مثلا يصلي المسلم في المسجد الفعل الثاني رساء نلاحظ هذا الفعل كم عدد أحرف هذا الفعل؟ أحسنتم ثلاثة أحرف آخر حرف معتل الآخر إذن إذا كان الفعل صحيح الأول معتل الآخر يصاغ على وزن ماذا؟ أحسنتم إذن يصاغ على وزن مفعل فأقول في الفعل رساء مرساء رأيت السفينة في المرساء الفعل هنا تنزها كم عدد أحرف هذا الفعل؟ أحسنتم زائد عن ثلاثة أحرف مباشرة حوله المضارع أقلب حرف المضارعة ميمة مضمومة وأفتح ما قبل آخره فتصبح أحسنتم تصبح متنزة أقول ذهبنا إلى متنزه جميل الفعل غربة كم عدد أحرفه؟ كم عدد أحرف هذا الفعل؟ أحسنتم ثلاثة أحرف إذن يصاغ على وزن مفعل أو على وزن مفعل صحيح الأول وصحيح الآخر وعين مضارعة مكسورة إذن هنا يصاغ على وزن مفعل فأقول أحسنتم مغرب مثلا وصلنا من السفري قبل المغرب إذن تعرفنا على اسمي الزمان والمكان ننتقل إلى أسلوب تعرفنا عليه سابقا وهو الاستثناء درسناه من ناحية ماذا؟ أحسنتم من ناحية الإعراب كوظيفة نحوية نتعرف على الأهداف التعليمية بعد ذلك نراجع بشكل سريع ما درسناه سابقا في الاستثناء ونتعرف على الاستثناء كأسلوب لغوي ما هي الأهداف التي سنحققها؟ أن يستنتج الطالب أركان أسلوب الاستثناء أن يستخدم الطالب أسلوب الاستثناء في التواصل اللغوي أن يميز الطالب أسلوب الاستثناء إذن تعرفنا سابقا في الوظيفة النحوية في الوحدة الماضية على أحسنتم على الاستثناء ماذا نعرف عن الاستثناء باستخدام جدول التعلم ماذا أعرف أو ماذا نعرف ماذا نريد أن نعرف وماذا تعلمنا في نهاية الدرس ماذا نعرف عن استثناء ما هي الأشياء التي درسناها سابقا أحسنتم تعرفنا على تعريف الاستثناء ما هو الاستثناء ما المقصود بالاستثناء كذلك أركان جملة الاستثناء بعض أدوات الاستثناء وأحكام الاستثناء الاعرابية ماذا نريد أن نتعلم أو ماذا نريد أن نعرف عن الاستثناء نقول مثلا هل هناك أدوات أخرى للإستثناء وكيف أستخدم الاستثناء في جمل مفيد ما هو الاستثناء تعرفنا عليه سابقا ما هو تعريف الاستثناء أحسنتم هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها فأقول قرأت الكتابة إلا صفحة أخرجت هذه الصفحة من حكم قراءة الكتاب إذن الواقع بعد أداة الاستثناء يخرج من حكم ما قبلها إلا صفحة خرجت هذه الصفحة من حكم القراءة كذلك تعرفنا على أركان جملة الاستثناء الركن الأول أحسنتم المستثناء من يعني المأخوذ من قرأة الكتابة إلا صفحة الكتاب هو المستثناء من أداة الاستثناء في الجملة أحسنتم إلا تعرفنا على بعض أدوات الاستثناء المستثناء أحسنتم هو كلمة صفحة ما هي الأدوات التي تعرفنا عليها في الوظيفة النحوية في الاستثناء أحسنتم إلا أداة الاستثناء كذلك أحسنتم غير وسوى وسنتعرف على بقية الأدوات بإذن الله تعالى في هذا الدرس ما هي أحكام الاستثناء التي درسناها سابقا؟ أو له ثلاثة أحكام أحسنتم الحكم الأول أن يكون واجب النصب إذا كان تاما مثبتا مثلا قرأت الكتابة إلا صفحة نلاحظ هنا جملة الاستثناء تاما مثبتا هل هو من فيه؟ هل سبق بأداة نفي أو وجد في الجملة أداة نفي؟ أحسنتم إذن لا يوجد أداة نفي إذن هو مثبت نلاحظ أركان جملة الاستثناء المستثناء منه هل هو موجود؟ أحسنتم إذن المستثناء منه؟ الأداة موجودة وكذلك المستثناء إذن هو تام مثبت واجب النصب دائما أقول إلا صفحة طبعا على حسب علامة النصب هنا الاسم مفرد ذلك نصبه بالفتحة إذا كان مثنى ينصب بأليا مثلا أقول إلا صفحتين إذن الحكم الأول أن يكون واجب النصب الحكم الثاني أحسنتم جواز النصب أو الإتباع بأن يكون بدل من المستثناء منه متى يجوز نصب الاستثناء أو المستثناء ومتى يجوز الحالتين إذا كان تاما منفيا نلاحظ الجملة ما قرأت من الكتاب إلا صفحة أو أقول ما قرأت من الكتاب إلا صفحة نلاحظ هنا هل الاستثناء تام تعرفنا على معنى تام أحسنتم إذن تمت أركان الاستثناء الكتاب صفحة إلا نلاحظ هنا هل وجدت أداة نفي أحسنتم إذن سبق بنفي فهو استثناء تام فهو استثناء تام منفي يجوز به النصب أو الإتباع إما أن أقول مستثناء منصوب على علامة نصبه على حسب علامة النصب أو بدل من المبدل منه يكون على حسب علامة أو على حسب حالة المبدل منه هنا المبدل منه مجرور إذن هو مجرور الحكم الثالث أحسنتم أن يكون الاستثناء مفرغا أو عفوا أن يعرب على حسب موقعه من الجملة متى يعرب على حسب الموقع من الجملة أحسنتم إذا كان الاستثناء ناقص منفي يسمى مفرغا نلاحظ هنا ما قرأته إلا صفحة المستثنى منه محذوف سبق بأداة نفي إذن هو ناقص منفي يعرب على حسب موقعه من الجملة نلاحظ كلمة صفحة نفعول به منصوب علامة نصبه الفتعة ننتقل الآن للتهيئة نفتح الكتاب على صفحة 64 ونصل القائمتين ألف وباء نلاحظ هنا الأساليب اللغوية درسناها سابقا أسلوب التفضيل النداء الشرط القسم والاستثناء نختار من القائمة ألف ما يناسبها من القائمة باء قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال تعالى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وسيجنبها الأتقاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نلاحظ هنا الأساليب اللغوية نختار فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ماذا يسمى هذا الأسلوب أحسنتم إذن هو أسلوب الاستثناء أو أسلوب الاستثناء الأتقاء أحسنتم أسلوب تفضيل يا أيها ماذا يسمى هذا الأسلوب أحسنتم إذن يسمى أسلوب نداء ننتقل إلى أولا إذن تعرفنا على معنى الاستثناء أدوات الاستثناء وأركان جملة الاستثناء وأحكام الاستثناء والآن نطبق على الجمل الواردة ونحاكي هذه الجمل أولا أحاكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة مع التنبه إلى مفهوم الاستثناء الوارد فيها الإسلام يعد العمل ضروريا للأفراد إلا العاجزين عنه نلاحظ هنا أسلوب الاستثناء ما هي أداة الاستثناء أحسنتم نلاحظ إلا كيف أحاكي هذه الجملة ماذا أقول غير المريض نضع جملة محاكية الجملة الأولى فأقول أحسنتم الإسلام يعد العمل ضروريا للأفراد غير المريض إذن نحاكي هذه الجملة غيرنا أداة الاستثناء إلا و غير الآن نستخدم سوى فماذا أقول أحسنتم الإسلام يعد العمل ضروريا للأفراد سوى أحسنتم مثلا سوى المريض نكتب إذن نلاحظ هنا أسوب الاستثناء المستثنى من الأداة والعاجزين هو المستثنى ونحاكي هذه الجملة نكمل لا عقبات تعرقل التنظيم إلا عقبة التلاعب لا عقبات تعرقل التنظيم غير عقبة التلاعب هنا محاكاة للجملة بتغيير أداة الاستثناء أداة الاستثناء في الجملة الأولى أحسنتم هي إلا وهنا غير أحسنتم لن فراغ سوى الغش ماذا أقول أضع كلمة لكي تكون الجملة جملة الاستثناء مفيدة أحسنتم مثلا لن يضرك سوى الغش قيمة الإنسان لا تقاس إلا بالسعي ما ينفع غير العمل لن ينفع سوى أكمل أحسنتم أقول لن ينفع سوى العمل إذن هنا صوب استثناء باستخدام ماذا أحسنتم أداة الاستثناء إلا غير سوى نقرأ نجح الطلاب في تحديد مسارهم التعليمي عدد طالب الذي أو عدى الطالب الذي لم يخطط لذلك فراغ خلى الطالب الذي أو الطالب الذي لم يلجأ لاستشارة المختصين أكمل هذا الفراغ بمحاكاة الجملة السابقة فماذا أقول أحسنتم مثلا نجح الطالب أو نجح الطلاب في تحديد مسارهم التعليمي خلط طالب الذي أو خلط طالب الذي لم يلجأ لاستشارة المختصين نلاحظ هنا تغيرت أداة الاستثناء ما هي أداة الاستثناء الواردة هنا أحسنتم عدى إذن من أدوات الاستثناء كذلك إلا غير سوى وأحسنتم عدى في الجملة الثانية أحسنتم خلاء إذن من أدوات الاستثناء عدى وأحسنتم خلاء نهى الإسلام عن فراغ حاشا فراغ أكمل بجملة مفيدة مثلا أقول مثلا نهى الإسلام عن أكل الميتة حاشا السمك أو حاشا السمك هنا نلاحظ أداة الاستثناء تغيرت وهي أحسنتم حاشا إذن من أدوات الاستثناء التي تعرفنا عليها عدى خلاء وحاشا دعى الإسلام إلى التعاون ما خلاء تعاونا مقصودا لغاية سيئة فراغ ما عدى الرباء أكمل الجملة أحسنتم مثلا أقول البيع مباح ما عدى بيع الرباء إذن من أدوات الاستثناء نلاحظ هنا ما الفرق بين خلاء وما خلاء لماذا قلت هنا خلاء وما خلاء سنتعرف من الله تعالى على نوع خلاء وما خلاء إذن من أدوات الاستثناء عدى خلاء حاشا أو ما خلاء ما عدى إذن ما هو الاستثناء ما المقصود بالاستثناء تعريف الاستثناء هو إخراج الاسم الواقع بعد ذات الاستثناء من حكم ما قبلها أدوات الاستثناء أو عفوا أركان جملة الاستثناء المستثناء منه أداة الاستثناء بعد ذلك المستثناء أحسنتم أعلم أن أدوات الاستثناء تنقسم إلى حروف إلا إذن إلا من حروف الاستثناء أسماء غير وسواء أفعال أو حروف عدى خلاء حاشا أما إذا سبقت بما فهي أفعال فقط إذا قلت ما عدى ما خلاء تصبح أفعال ويكون ما بعدها فاعلا لها أما إذا كانت عدى وخلاء لم تسبق بما فهي إما أفعال أو حروف مع ملاحظة أن حاشا لا تدخل عليها ما لا أقول ما حاشا وإنما فقط عدى خلاء ما عدى ما خلاء إذن إذا كانت عدى وخلاء كتبت بهذا الشكل فهي إما أفعال أو حروف إذا سبقت بما فهي أفعال فقط الآن أطبق أقرأ الفقرة الآتية ثم أستخلص منها مع من بجوار أسلوب الاستثناء مبدأ المحاسبة الذاتية من أهم منابع أخلاقيات العمل في الإسلام لأنه يقوم بما لا يمكن أن تقوم به الرقابة الدائمة على عمل العامل فمن أين نأتي بمثل هذا الرقيب وأن لنا أن نوفر لهذا الرقيب القوة المتجددة التي يتغلب بها على عوامل الضعف إن أي نظام لا يمكن أن يوجد هذا الرقيب وكل القوانين ونظم المحفزات تعجز عن أن تتابع في السر والعلن أداء العامل فليست هناك قوة قاهرة مهيمنة عالمة بالسر والنجوة سوى قوة الله سبحانه وتعالى وليست هناك من شخصية تتمتع بالأسوة والقدوة حاشى شخصية النبي محمد عليه أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نقرأ النص بعد ذلك نحدد أسلوب الاستثناء نستخرج أبنائي وبناتي أحسنتم فليست هناك قوة قاهرة مهيمنة عالمة بالسر والنجوة سوى قوة الله سبحانه وتعالى وليست هناك من شخصية تتمتع بالأسوة والقدوة حاشى شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكتب أصوغ شفهيا على غرار الأمثلة أقدر العامل غير الكسول ماذا أقول هنا أحسنتم مثلا كرمنا الفائزين غير الغائب يحارب التستر التجاري من كل المواطنين ما عدا الطماعين مثلا نجح الطلاب ما عدا المتهاونين يستنكف العاطلون عن العمل اليدوي حاشى المجتهدين مثلا جلس الحاضرون حاشى المنظمين للحفل نستخدم أداة الاستثناء يستنكف العاطلون يعني يتكبر لا يعالج المسألة والبطالة سوى العمل مثلا لا يتقن العمل سوى المخلص أحترم اليد العاملة خلاء يدا متسولة مثلا حضر الطلاب خلاء طالبا إذن ماذا تعرفنا كنا نعرف تعريف الاستثناء أركان جملة الاستثناء وبعض أدوات الاستثناء وأحكام الاستثناء ماذا تعلمنا في نهاية هذا الدرس أحسنتم من أدوات الاستثناء عدا أو ما عدا خلاء أو ما خلاء حاشى بالإضافة إلى إلا وغير وسوى كذلك الآن أستطيع أن أستخدم الاستثناء في جمل مفيدة مع التنبه إلى مفهوم الاستثناء انتهى درسنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته